مرحبا كيفكم؟ شو أخباركم؟ هلأ ما نساوي كباب البيتنجان على الطريقة الفارسية البيتنجان الطويل كلنا منعرفه من يجي من نشرحه هيكي شرحات طويلة مثل البتلات الوردة هيكي الحلوين ومن نزبطهن ومن ملح البيتنجان بس نقطه بها الطريقة ومن تركه على جناب يهده بدنا حبة البيتنجان 2-3 من ملح قد ما بدنا وعلى قد اللحمة طبعا بعدين نساوي ترتبيلة اللحمة اللي هي ترتبيلة الكباب بها رأس ود ملح بنضف له بصل إذا بدنا منضف له بس رمار بدنا إياه بعدين منبلش نلف البيتنجاني أول واحدة بس منجيب هي الكوردون طبعا كيس السنان يعني الكوردون هي الكوردون منبلش نلف ورقة البيتنجاني منحط جوات اللحمة منكبس الكوردون بس بأول واحدة وآخر واحدة على فكرة والباقين بيهدوا بعضهم وهيك بيكون عنا شكل وردي متما انتوا شايفين ما بدا شرح كتير قصة شرح حالا بنا بيتنجانتين 3-4-5 قد ما بدنا حسب عدد المستهلكين من عمر بيتنجان منحشيهم يعني خمس بيتنجانات أو ستة أو سبعة على كيلو لحمة بيتوزعوا صاروا شكل وردي منحطهم صنية التقديم منحطولهم بعضين فريفلي خضرة فريفلي صفرة فريفلي حمرة طماطم نحطول النصوص منزلتهم بالفرن فرن مشان يتحملوا نصف ساعة على الأقل بتلاقيها استبت الطبخة بنعملنا صح نرز جنبها هيك اذا بدنا والف صحة وعافي صحتين وهنا كلولا تشبعوا ودعو لنا تمام الف هنا باي باي سلام موسيقى موسيقى موسيقى